السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. الفيديو عملنا جزء منه سلو موشن. هصير بطيء عشان الناس تلاحظ وتخلي بالها من الجزء ده. شايف اللهب بعد ما انت اه جهزت المشغولة اللهب شغال كويس اوي 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 اوه. تمام? ظهرت اللون اللامع معك ممتاز وسابق. فيش اي مشكلة فيه. الغلطة اللي بنعملها انك ترجع ترجع اللهب على السطح تاني. مالوش لازمة. انت رجعت ليه على السطح تاني. ما ينفعش ان انا ارجع اللهب بشكل مركز على السطح. لأ انا خدت السطح كامل. لما خلاص بروح للجزء اللي لسه ملمعش. تمام? على اساس ان لو المشغولة اللي موجودة دي بلاستيك ما ما تعملش لها جهاد بالحرارة. انت مجرد ما بتمر اللهب على السطح خلاص. اه الطبعة بتظهر معاك. مفيش مشكلة. انما اه لما بترجع عليها بالنار زي ما هو بيعمل كده بتبتدي الطبقة نفسها او البلاستيك نفسه او السطح نفسه يتقصر. تمام? اهو هنبص عليها بقى ايه بالسرعة العادية اهو. اهو بدأ صح وممتاز زي الفل مش مشكلة. بس المشكلة هنا انه اه رد ايديه على السطح تاني بالولاعة. اولاعة درجة الحرارة بتاعتها عالية طبعا. بالمفروض ان انا بحافز على السطح اللي اللامع اللي انا حصلت عليه. اه بان انا ماردش الولاعة عليه تاني. تمام? اه على الهمومة حتى البيض ده كمان بيقدر او النمش ده كله اه منع الاكسادة اه بيقدر يتغلب عليه. هنا الاخ الفاضل طبعا الشغال بيجرب طبعا علشان ايديه تمشي وكده والناس بتتضرب. عمل طبقة تانية ودي فكرة ممتازة برضو. فيش اي مشكلة فيها. التأم الشكل او بالنسبة للجزء. اه التأم الشكل الى حد كبير. تمام? وماستخدمش لسه الى حد ما لا دلوقتي الامان الاكسادة اح لسه بيطبق. فالى حد كبير السطح هتلع معه ممتاز. انه ماش بقى الابيض ده. منع الاكسادة ما برشه بيختفي. بيختفي تماما. واي ملحوظة تحت امرها ده. السلام عليكم وعلى الله وبركاته.